السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز لي أن أدعو في سجودي بأدعية من القرآن إذا قول ربي ظلمت نفسي وإن لم تغفر لي وترحمني وغيرها من الأدعية المستملة على آيات من القرآن لا بأس بذلك لأنه ما هو بالمقصود التلاوة مقصودك ما هو بالتلاوة وإنما مقصودك الدعاء فلا بأس بذلك وليس في الآية وإن لم تغفر لي الآية وإلا تغفر لي وترحم إلا نعم شكرا